أقام أنجي دودا الرئيس البولندي مراسم ترحيب لزيلينسكي يوم الأربعاء ثم أجرى زيلينسكي محادثات مع دودا ورئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي وقال دودا في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع زيلينسكي إن بولندا قدمت حتى الآن ثمانية مقاتلات من طراز ميك 29 إلى أوكرانيا وسوف تمنح بولندا ست مقاتلات أخرى من نفس الطراز إلى أوكرانيا في حال وافق الناتو على ذلك وأشر دودا أيضا إلى أن بولندا ستسعى إلى مساعدة أوكرانيا في الحصول على مزيد من الضمانات الأمنية في قمة الناتو التي ستنعقد في لتوانيا في يوليو هذا العام بغيت تعزيز الإمكانات العسكرية لأوكرانيا وقال دودا أيضا أن بولندا لتزال لديها مقاتلات من طراز ميك تمت ترقيتها وتفي بمعايير الناتو وأضاف أنه سيتم استبدال المقاتلات من طراز ميك 29 تدريجيا بمقاتلات جديدة وأذا احتاجت أوكرانيا إليها في المستقبل فسوف تقدم بولندا جميع المقاتلات المتبقية من طراز ميك 29 إلى أوكرانيا فسوف تقدم بولندا جميع المقاتلات المتبقية من طراز ميك 30 إلى أوكرانيا في المستقبل وغيت تعزيز الإمكانات المتبقية من طراز ميك 30 إلى أوكرانيا في المستقبل